تتبعثر الدموع على ملامحه ويجهش بالبكاء احتجاجا على الظلم فالفرحة بميلاد طفل تحولت الى مأتم دون فهم للاسباب فما الذي حدث؟ الجميع بحاجة الى سماع التفاصيل التي ادت الى وفاة الطفل وبعده بساعات الام شعور بالخسارة والاحباط وخيبة الامل تلك التي يعيشها ذلك الاب المكلوم الذي وجد نفسه فجأة مسؤولا عن خمسة اطفال هذا ما حدث داخل مستشفى الكفل في بابل احداث سريعة وغير متوقعة بمعنى ان حدوثها لم يكن مسبوقا باشارات او انذارات معينة مثل الموت فلم تكن الام ولا الطفل يشكوان عارضا معينا حتى بعد اجراء جميع الفحوصات قبل الدخول الى صالة العمليات الحادث انا زوجتي جبتها للمستشفى انا من محافظة بابل ناحية الكفل من جبتها للمستشفى قالوا ان اخذوا تحاليل المستشفى اخذنا تحاليل بالمستشفى كملة التحاليل اصعدت زوجت لعملية منصعدت لعملية تأخرت العملية ما اعرف عن ايشي طاولت ساعة فوق الساعة زوجتي ما اعرف عن ايشي شوية قالوا لي الطفل اتوفى قلت انا مضحف الطفل بس اريد زوجتي قالوا زوجتك الحمد لله والشكر ما بيها شيء وعلى حسب الوصول وسونا لها اسم عملية ورا شوية شبت ضجة صارت بالمستشفى ما اعرف شين السالفة الدكاترة كلها التميت الجو يعني شوية تخربط عليه قالوا ما حد يعني حتى قال لي زوجتك الحمد ماتت ما حد قال لي والله حد ما انتهى الدوام وهالمعرف من الساعة بداعش لساعة بثنتين اهل ما اعرف كل شيء ما قالوا لي ورا شوية قالوا لي زوجتك توفت زيناني زوجتي اجدت اياي الصبح ما بيها شيء ونسول فانيوح والمراجعات ادهى السنارات وتحاليل وكاملك على حسب الوصول زين ان قالوا ادعرف السبب اتوفت ليش اخ المجني عليها قال ان كادر مستشفى الكفل تعامل بلا مبالات شديدة حتى الموت لم يعد له حرم هناك مطالبا بحقهم في معرفة تفاصيل الحادث ومن المسؤول عنه احنا الحالة بداخل المستشفى احنا قبنا بيها لا موظف ولا دكتور ولا اي مسؤول وقف يمنا وكأنه وكأنه الحالة يعني احنا ما استعلمنا بالامنيين مقابرين الشرطة ايجاد الشرطة ايجاد دوريات شنو انتم تخابرون الشرطة تيجي دوريات شكوا احنا نطالب بحقنا وين ما يثبت حقنا عد من الدكتور عد دكتور عد ابو البنج عد اي انسان داخل كادر مستشفى الكفل يثبت عليه حق من خلال الامور القانونية احنا نطالب بحقنا الموت والحياة بيد الله ونعي جيدا ان لكل اجل كتاب لكن هذه العائلة تتحرى عن اسباب الوفا نحن جميعا بانتظار رد وزارة الصحة ومستشفى الكفل بالتحديد لتوضيح اسباب هذا الاهمال المتعمد وعدم احترام الانسان حتى عند موته امو سأل فينا شون صار حاج موتا جدي صار صار مرحب 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 مرحب